موسيقى حياكم الله أيضا مشاهدينا مجددا لازمنا متواصلين وإياكم بالتأكيد ومع الملحمة المسرحية النمرود والتي تلخص حكاية ملك ظالم في باب العراق يضطهد الناس فأراد أهل المدينة أن يتخلصوا منه فلجأوا إلى النمرود بن كنعان لقتل الملك وأخذ مكانه وبدأ بدوره أصلا باضطهاد أهلها وإذلالهم وبالغ في ذلك إلى حد الفجور فانتقم الله سبحانه وتعالى منه بالذباب الذي أرسله على الجنوده فأبادهم والحكاية معروفة بأنه دخلت واحدة من الدباب في رأس النمرود ولم يتحمل أزيزها فدع الناس لضربه فهجموا عليه وقتلوا وكانت نهايته كنهاية كل طاغية بالتأكيد في هذا الوجود خلونا نتعرف على تفاصيل وجوانب العمل المسرحي الفنية والثقافية للنمرود وهي طبعا من المعروف أنها من تأليف داعم الحركة المسرحية سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة الله يحفظه واليوم للحديث أكثر عن هذا العمل المسرحي وسرنا أصدفت كل من عصام أبو القاسم الناقد المسرحي والأستاذ نوافي يونس الناقد المسرحي حياكم الله مرحبا مساء الخير جميعا مرحبا بكم اليوم نلتقي في ظل النمرود وهذا العمل المسرحي الذي يعيش مجده لأكثر من عشر سنوات هذا الشيء الحقيقة مبهر جدا أن يعيش عمل مسرحي وينتقل من المحلية إلى العالمية ويزال وما يزال في نجاح مستمر لمدة تقريبا عشر سنوات أو أكثر في البداية قبل أن نتكلم عن النمرود دعونا نتكلم عن ما يميز كتابات سيدي صاحب السمو حاكم الشارق الله يحفظه المسرحية منها بشكل خاص سبنا أتفضل هو من السهل المتابعة سيرة صاحب السمو في الكتابة المسرحية نعم منذ بدايته في نهاية خمسينات القرن الفائت مع مسرحية وكلاء صهيون نعم كانت زاد طابع سياسي وكما يعلم الجميع أن المندوب البريطاني منع هذه المسرحية من العرض في الشارقة نعم توجه السياسي لمسرح صاحب السمو دائما هو يغس في التراث ويتناول قضية لها بعد مصيري إنساني تعيش في الزمان والمكان دائما كما نلاحظ في النمرود في الإسكندر في عهودة هولاكو في القضية تبقى الأصل هو يعود إلى أحداث تاريخية حقيقية نعم بأسماء معروفة وبأحداث معروفة ثم يسقط هذه القضية على الواقع المعاش صحيح السمو قد ركز عليها أعلى جهة نعم بطريقة معهنة في مسرحيته لذلك أنا ستطيع أني أزعم أن مسرح صاحب السمو فهو مسرح سياسي بامتياز نعم نعم أستاذ إصام في أي إضافة حضرتك نعم طبعا إضافة لما قال الأستاذ نواف يمكن أيضا الحديث عن سمات أخرى في مسرح صاحب السمو حاكم الشارقة نعم وهو تركيزه على إضاءة الواقع من خلال تسليط الضوء على الماضي ماضي التاريخ العربي بصفة خاصة والتاريخ الإنساني بصفة عامة نعم طبعا هذه العودة إلى الماضي أو التاريخ بتستعيد موضوعات أو ثيمات أو قضايا فيها بعدها الاجتماعي وفيها بعدها الثقافي وفيها بعدها السياسي كما أشار إلى ذلك الأستاذ نواف ولكن لعل الميزة الأساسية التي يمكن الحديث فيها بخصوص تجربة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن حمد القاسم في الكتابة المسرحية هي أنها تبدو كأنما تنطلق من منهج بمعنى أنه إذا عددت عشر مسرحيات قدم صاحب السمو حاكم الشارق للمكتبة العربية خلال السنوات الماضية تجد أن هناك سياق لهذه المسرحيات وتجد أن هناك رؤية على الصعيدين الفني التقني وعلى الصعيد الفكري إذن إذا استثنينا بقدر ما مسرحية علياء وعصام التي قدمت في مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي نجد معظم المسرحيات الأخرى تشتغل في إطار المادة التاريخية صحيح نعم أغلب هذه الأعمال المسرحية فعلا تأتي في إطار أعمال تاريخية دعنا نأخذ اتصال معنا عبر الهاتف من السويد الفنان الإماراتي أحمد الجسمي رئيس مجلس إدارة مسرح الشارقة الوطني حياك الله سيد أحمد مساء الخير مرحبا مساء النور وسرور يا مرحبا فيكم بضيوفكم الكرام أهلا وسهلا مستعدين إن شاء الله باتشر بيكون أول عرض للنمرود بالتوفيق إن شاء الله طبعا لمسرح الشارقة الوطني سيد أحمد تكلمنا عن أهمية هذا العرض في السويد بعد عشر سنوات من العرض يمكن في مناطق مختلفة ومدن مختلفة كذلك أيضا من العالم للنمرود الحقيقة يعني أولا هذه الكلمة دائما نتكررها أنا نفكر بأن هذا العمل نمرود أصبح اليوم نطلق عليه المسرحية العالمية صحيح نحن نفكر بأن دخلنا تجربة يعني كبيرة ومهمة نحن كفنانين ونحن كفرقة كمسرح الشارقة يعني في كل التجارب السارقة إلا أن نمرود لا وضع خاص يعني أولا نحن ننتقل من مكان إلى مكان وننتقل من جمهور إلى جمهور ونتعرف على ناس جدد وأيضا التجربة الأهم أننا نعرض من مسرح إلى مسرح في مسرح كبير ومسرح صغير وقبو ومسرح مثلا في مكان يعني نكيف أصبحت مسرحية النمرود جاهزة بأن تعرض حتى في الشارع بكرة لأن المسألة مرتبطة في أننا نحن تكيفنا تماما يعني خلال هالعشر سنوات استاذ أحمد أنتوا استطعتوا أن تكيفون كافة عناصر العرض المسرحي تقصد أنها تعرض في أي منطقة في العالم يعني أنتم تتوقعون مثل ما قلت أي مسرح يعني مسرح حضورة كبير حتى الحضور أتوقع يعني صار عندكم فكرة أن الآن نحن اليوم إن شاء الله بكرة غدا إن شاء الله عرضنا في بلادي يوم مسرح بلادي يوم أعرضكم مسارح السويد نعم صحيح والحمد لله الجمهور يعني يسأل هنا يوم تقصين دخوان الإعلانات كويسة والناس مترقبة لهذا العرض نعم بعروضنا السابقة يعني أذكر شيء من الأشياء أنا ما بغي أتحدث اليوم يعني عن مسرح سلطان القاسمي ولا مسرح الشارقة الوطني نعم لأن الحمد لله الكثير تكلم في هذا الصدد ولكن أتحدث عن النمرود كتجربة مسرحية أنا ما زلت أذكر أول لقاء لنا مع صاحب السمو في بداية رحلات النمرود وقال بأن أنتوا سلاحتم هو هذا المسرح الثقافة صحيح هو تروح للطرف الآخر تفكر يعني تبادل حضاري تبادل ثقافي وبالتالي للناس تعرفك من خلال ثقافتك من خلال فكرك وهذا اللي بالفعل حاصل في بعض الأواصم الأوروبية يستغربون أن هناك في الوطن العربي مسرح مش بالشارقة أو في الإمارات أو في الخليج في الوطن العربي بشكل عام ويعني استغربين بأن هذا التطور موجود بالمسرح نعم هذا الشيء أعتقد كذلك أيضا ينقل الفنان الإماراتي لأننا نعرف أن ما شاء الله طاقم العمل أساسا حتى المخرج يعني إماراتي فلذلك أعتقد بأن هذا ينقل الفنان الإماراتي بمرحلة إلى مرحلة يعني الفنان الإماراتي بذلك ينتقل من المحلية إلى العالمية وبالتالي هذا كذلك أيضا أعتقد يعني يلقي على عاتقكم بسؤولية كبيرة كفنانين بس تضحيح بسيط العمل طبعا هو من ثاليف صاحب الشيخ التفتور سلطانبر محمد القاسم صحيح ذكرنا ذلك وهو السبب في ترقل أن أمروز في كل مكان يعني بدعم ماتي ومعنوي فينا شخصيا صحيح والله يحفظه والمخرج هو المنطف الثالي المرحومة الله يرحمه ويغفر له نعم صحيح الله يرحمه ويغفر له هذه تجربة أخرى أيضا في النمروز إننا غادرونا أحبانا وأصدقانا اللي كانوا معنا صحيح يعني أربع غادرونا والله يرحمه ويغفر لهم آمين يا رب العالمين والعمل مستمر الله يذكرني بقول صاحب السمو نحن كبشر زايلون ويبقى المسرح ما بقية الحياة نعم أتى فكرة لو أي واحد عنصر راح وانتهى النمروز الله يطول بعماركم إن شاء الله الله يطول بعماركم يا رب بالتأكيد حتى يعني هناك رؤية جديدة مع وجود الفنان محمد العامري كذلك أيضا كمخرج لهذا العمل المسرحي وبعد آخر كذلك أيضا للنمروز هذا ولد ومجدعنا ونحن كلمنا بقيادة العمل بعد المرحوم المنظف السويسي نعم وأبشركم بأن العمل أيضا في تطور نعم هو محافظ على الشكل الذي أسسه أستاذ المنظف ولكن العامري أيضا مهم ومبدأ وأيضا يعني في هناك إضافات نعم بضمن يعني يعني النص وضمن العمل المسرحي الموجود نعم لكن نطور من الحركة من الموسيقى من هكذا يعني نعم عموما كل الشكر لك الفنان الإماراتي أحمد الجسمي رئيس مجلس إدارة مسرح الشارق الوطني من السويد كان معنا موفقين يا رب كل التوفيق إن شاء الله لنمروز العفو يوم وغد إن شاء الله الرابع عشر من أغسطس بيكون هو أول يوم لنمروز ستعرض إن شاء الله باتشر في السويد نرجع لضيوفنا في السوديو شكرا لك سيد أحمد شكرا لنرجع لضيوفنا في السوديو أستاذ عصام وأستاذ نوافي يمكن أننا تكلمنا عن كتابات سيدي صاحب السموح حاكم الشارق بشكل عام كقيمة فنية وثقافية كذلك أيضا أستاذ عصام ذكرت شيء مهم جدا وهو أن مجمل كتابات سيدي صاحب السموح حاكم الشارق في المسرح هي تاريخية الآن كيف تصنف النمرود كذلك أيضا من ضمن هذه الكتابات التاريخية ومن ضمن هذه الأعمال التاريخية نعم طبعا هو شيء تحية لفريق مسرح الشارق الوطني نعم وهو يضم ثقافات عدة زي ما أوضح الأستاذ أحمد الجسمي إذا نجدد التمنيات لهم بالتوفيق وفيما يتعلق بمسرحية النمرود هي طبعا النمرود تعتبر لحد ما انفتاح على لحظة مهمة جدا في تاريخ الإنسانية يعني كما تشير العديد من المصادر أنه هذه اللحظة التي تحرك فيها النمرود هي تشكلت فيها الألسن يعني تعرفي طبعا فيما يتعلق ببرج بابل والذي فرق بين ألسن الناس وصار هناك ثقافات ولقات عدة بين الشعوب إذن يعني هذا البعد فيه سمتين سمى تاريخية وسمى أسطورية إذا شئنا القول بالتالي من هنا تكتسي هذه المسرحية أهمية خاصة في سياق الأعمال المسرحية التاريخية في ذاكرة المسرح العربي نعم إذن زي ما ذكرنا أنها عندها بعدين بعد يتعلق بالإنسانية بشكل عام وبعد ينطلق من الثقافة العربية باعتبار أنه صاحب السمو حاكم الشارقة مثقف عربي وباعتبار أنه أيضا الفرقة المنتجة لهذا العرض هي فرقة عربية وأعتقد أنه هذه المسرحية تستكمل دور المستنير والرشيد الذي يقدم صاحب السمو حاكم الشارقة عبر الكتابة المسرحية والذي يتعلق بالتوقف في لحظات أو أزمنة تاريخية معينة الحديث عن أفراد ونمازج من التاريخ الإنساني بشكل فني هذا الشكل الفني يضيف للمادة التاريخية يعمق طريقتنا في طرح الأسئلة فيما يتعلق بهذا البعد أنا أعتقد أنه معظم النصوص أو كل النصوص التي كتبها صاحب السمو هي عند هذا البعد النمر التمتاز أنه جار تقديمه زي ما ذكرت أنت كثيرا هي قدمت في أيام الشارقة المسرحية صحيح قدمت في ألمانيا قدمت في رومانيا قدمت في إسبانيا نتمنى أنها تظل تتجول في كل أنحاء العالم وأنه هذا يدعم لأنه مشكلة معظم المسارح العربية الآن أنها تفتكر أن الحضور العالمي أو الحضور الدولي ينبغي أن يأتي عبر دعوة من مؤسسة ماء في الخارج أو كذا لكن الآن تابعنا في السنواتين الأخيرتين كيف أنه الرويال شيكسبير مثلا مهرجا المسرح البريطاني كيف تجول بواحدة من المسرحيات شيكسبير في كل أنحاء العالم نعم يعني على مدار أربع سنوات لم تتوقف الرحلة زارت أفريقيا زارت آسيا زارت جميع هذه البلدان عبر برنامج للعرض المسرحي هذا ما أتمنى أنه يحصل فيما يتعلق بهذه الأعمال نعم سيد نواف يعني المادة التاريخية مثل ما ذكرنا هي حاضرة في كتابات سيدي صاحب السم وحاكم الشارقة فيما يتعلق بالكتابات المسرحية والحقيقة أثبتت نجاحها من خلال اختيار مادة تاريخية أو شخصية تاريخية وبالتالي مثل ما ذكرت عن الإسقاطات التي تكون من خلالها طبعا على الواقع ربما الاجتماعي أو حتى الثقافي وبالتالي نجاح تجربة سيدي صاحب السم وحاكم الشارقة أعتقد أن يجب أن يحتذى بها فيما يتعلق بالنصوص المسرحية العربية إذن كيف نحن نعاني من الافتقار إلى النص كما يدعي البعض فيما يتعلق بالكتابات المسرحية إذا ما كنا نستطيع أن نستخدم النصوص التاريخية ربما أو الحدث التاريخية بشكل عام نحن لا نعاني من حيث الكم نعاني من حيث النوع الكيف الكيف طبعا لكن أنا أريد هنا أن أوضح ما يتميز به النص المسرحي لدى صاحب السمو هناك نص أدبي يعني نص مسرحي أدبي يكتب كنص أدبي للمسرح وهناك نص للعرض المسرحي هناك اختلاف بين النصين أنا أعتقد أن صاحب السمو بيعمد إلى كتابة النص المعد للمسرح وليس النص الأدبي المسرحي الأدبي وهذا ما يسهل كثيرا لأن هذا يعني أن هناك كثير من التكسيف في النص ومن التركيز على مضامينه الفكرية للفكرة للنص وهذا ما يسهل على المخرج لأن صاحب النص المعد للمسرح بيكون لديه حرفية واحتراف في موضوع كتابة المسرح يسهل اكتمال عناصر العرض المسرحي الأخرى لا يوجد إسهاب ولا يوجد إنشاء ولا يوجد بالعكس حتى لا يوجه المخرج في توجيهات إنشائية تكون حول النص وهذا ما يسهل على المخرج حقيقة وضع رؤية الإخراجية في المسرحية وتوظيف أدواته الفنية من ممثل وسونغرافية عامة حوالين النص أنا أعتقد أن صاحب السمو يكتب يعمد إلى كتابة النص المعد للعرض المسرحي وليس النص المؤلف أدبيا للتأليف الأدبي نستكمل حديثنا عن أن أمروض لكن بعد هذا الفاصل مشاهدين الفاصل خاصير حياكم الله حياكم أغضيفنا مرة أخرى كذلك أيضا صد نواف أستاذ عصام نواف التكتب يقول شيء مهم جدا أو نقطة مهمة يعني جدا بأن سيدي صاحب السمو حاكم الشارقة يعمد إلى كتابة النص ليس كنص أدبي وإنما كنص معد للعرض المسرحي وبالتالي ذلك ينعكس على كافة عناصر العرض المسرحي ينعكس على المثل ينعكس على المخرج وينعكس حتى يمكن على كافة وهو يبرز ملياً ذكر الدليل مهم أنه رحمة الله عليه المنصف السواسي كمخرج تناول الأمل بأكثر من طريقة ربو أخراجية مختلفة صحيح؟ صحيح؟ كيف ذلك؟ لاحظي أنه استعمل التبلوهات الراقصة عندما أراد أن يعبر عن سطرين فقط في النص وهو أنه كان الناس يعيشون في رغيد من العيش ويعملون ويجدحون فدخل على تبلوهات تعبيرية راقصة ليعبر عن هذه الأجواء التي أرادها كاتب النص كما لجأ إلى المسكات أيضاً وضع الأقنعة لجأ إلى المبارزات الحربية كنوع من الاستعراضات في النص وهذا كله حنكة المخرج في توظيف فكرة النص ومضمونه فنياً على خشبة المسرح فأنا أعتقد أنه من هنا تحدثنا عن تميز في تناوله للقضايا المهمة المصيرية ذات الأسئلة الوجودية كما في النمرود وهي أنه العلاقة بين الحاكم وشعبه صحيح والجانب الفني أنه كيف يستطيع المخرج من خلال نص معدل المسرح أن ينفذ ويوظف أدواته الفنية لإخراج لتقديم هذه الرؤية للمؤلفة نعم سيد عصام بس سؤال أخير قبل أن نختم أعتقد كذلك أيضاً بأن انتقال هذا العمل المسرحي من دولة إلى دولة ويمكن عرضه على العديد من الثقافات حول العالم أعطى أهمية وخصوصية معينة لهذا العرض المسرحي النمرود وكذلك أيضاً كافة طاقم العمل تعتقد أن كذلك أيضاً هذا التواجد في مختلف الثقافات ربما العالمية وهذا التنقل كيف ممكن أن يؤثر على فريق العمل ككل على المخرج وعلى كذلك أيضاً الممثلين كيف ينقلهم من المحلية إلى العالمية كذلك هم طبعاً فنانين كبار يعني بلا شك أستاذ أحمد الجسمي والعامري وجميع طاقم العمل يعني فنانين مهمين في المشهد المسرحي العربي طبعاً أي احتكاك مع أي مشهد صغافي هو خبرة أي معرفة لاستجابات الجمهور الأوروبي الجمهور الآسيا والعربي هي مهمة جداً في تكوين وفي تعضيض خبرة الممثل خبرة المخرج خبرة التقني التحديات التي تصادف فريق العمل أيضاً عندما يحل في بلد ماء أيضاً هي تشكل جزء من خبرته كيف يتم تلقيه على مستوى وسائل الإعلام في البلد المعين أيضاً هذه خبرة إذن هي من هنا تنبع أهمية أنه توضع برمجة خاصة من قبل فرقة الشارقة على الرغم من معرفتنا يعني بأنه هي محدودة الإمكانيات لكن بالتأكيد وضع برنامج للتواف الدولي بأعمال صاحب السمو حاكم الشارقة هو مهم ليس فقط للفرقة وتاريخها ولكن مهم حتى بالنسبة للمسرح العربي الإماراتي والعربي نعم حتى بالنسبة للمسرح العربي ومسرح صاحب السمو حاكم الشارقة هو عنده رمزية خاصة بالنسبة للمسرحيين الإماراتيين وبالنسبة للمسرحيين العرب طبعا إضافة لقيمته الفنية والثقافية والتاريخية نعم كل شكر لكم أستاذ سام أبو القاسم الناقض المسرحي والأستاذ نواف يونس كذلك أيضا ناقض المسرحي روجودكم ويانا شكرا لكم وكل التوفيق إن شاء الله لأنه مرود غدا في السويد إذن بأنه مرود ننهي أمسيتنا لهذا اليوم ونختمها تصبحنا على الفخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة